اشتركوا في القناة وخمسين سنة وهو من الجيزة وهو بيشتغل في وظيفة حكومية عنده شغله السابت وعنده سكنه السابت وفي نفس الوقت هو بيدور على زوجة تتناسب معاه في مرحلة العمر السنية بتبتدي من خمسة وتلاتين لحد أربعين سنة طبعاً أساسي في الحاجة اللي هو بيدور عليها أن هي تبع على نسبة من الجمال مش فارق معاه أكتر من أن هي بس يكون معندها شعودات يعني أنيسة أو مطلقة أو أرمال ما فيش مشكلة بس يفضل أن هي تكون بدون أولاد أهم ما بيدور على الأمر بالنسبة له أن هي تكون من معافز الجيزة ده مثل للشغل اللي احنا النهاردة بنحاول أن احنا نوصله الناس لما بيجي لشخص وبيلجأ ليه وبيبتدي النهاردة يسألني عن حاجة موجودة عندي تتوفر لي تتناسب معاه ببتدي أساعده من خلال الناس اللي بتبقى موجودة معاه في نفس الوقت بساعده بطريقة تانية أن احنا النهاردة بنطلع على الهوى في البرنامج اللي احنا النهاردة بنتكلم عنه اللي هو ارتباط ومن هنا بنقول مواصفاته للمشاهدين وبنقول طلباته وبنحط ليه كمان رقم تليفون هستأذن طبعا فريد إعداد أن يبقى ظاهر معانا برقم تليفون الشخص المطلق طبعا احنا زي ما تكلمنا كده وضربنا مثل في بداية الموضوع وقلنا عندنا مطلق بندور له على العروسة من المشاهدين هو ده الهدف اللي احنا النهاردة عايزين نوصله ان احنا النهاردة نطلع برا الدايرة اللي الناس كلها بتعرفها ايه هي الدايرة ان احنا النهاردة بنقفل عن نفسنا بنبتدي نتكلم مع الناس عن الطلب اللي النهاردة الشخص بيدور عليه الهدف من كلمة ارتباط اللي احنا النهاردة بنحاول نمثلها للناس ان احنا بنترابط مع المشاهدين بنترابط مع الناس بنترابط مع المجتمع بنحاول ان احنا نساعد الناس بنساعدهم ازاي ان احنا النهاردة بنقول يا جماعة في حد النهاردة عندنا وحد جد عنده الامكانيات ان هو يفتح بيت حد النهاردة موثوق في بياناته كل اللي انا بقول عليه النهاردة وذكرته على سبيل المثال بيبقى لي ورق رسمي عندي يعني لما قلت النهاردة عنه ان هو مطلق وقلت النهاردة عنده 53 سنة وقلت النهاردة ان هو محفظة الجيزة وقلت ان هو بدون اولاد بيبقى موجود عندي كل بياناته دي مؤكدة لما قلت ان هو عنده سكن وقلت النهاردة ان هو بيشتغل في وظيفة حكومية سابتة عندي كل ما يؤكد هذا الشخصية فنهاردة بحاول ارتبط مع الناس اللي موجودة معايا والناس اللي النهاردة بتشاهدني من خلال ان احنا بنترح حالة حقيقية بتتميز ان هي عندها الصدق وان هي النهاردة عندها الرغبة في الامر ده رغبة في الجواز الصادق الجد ومن هنا بنبتدي نساعده بنبتدي نساعده باكتر من طريقة زي ما النهاردة بنتكلم على الهوى وبندرم مساء الحي وبنقول يا جماعة عندنا ده عندنا اشكال تانية وامات تانية من كل محافظات مصر بالجيلي وبتشترك معايا وبيبقى هدفها الاساسي هو الارتباط الارتباط هو الطريقة اللي احنا النهاردة بنحاول نساعد بيها الناس ببتدي النهاردة اساعد كل الاشخاص اللي عندها المقدرة المادية ده نمرة واحد وعندها الاستعداد للجواز ده نمرة اتنين بان انا وصلت صورتهم لأكبر كم من الناس هو ده الهدف اللي احنا النهاردة بنسعليه في البرنامج بتاعنا طبعا البرنامج ما بيقومش على اي حاجة غير فكرة الارتباط يعني احنا كل شغلنا من بداية ما بتدينا نشتغل في قناة الصحة والجمال من 2011 والكلام ده طبعا موجود بشكل موثق على صفحتنا على الفيسبوك باسم جريد الترتباط بنقول بيها ان احنا النهاردة موجودين من 2011 بنفس الطريقة دي ودي طريقة الحمد لله انا بشوفها ان هي نجحة بدليل الاستمرارية لحد الوقت ان انا النهاردة بحترم الشخص اللي بيشاهدني وبحترم الناس اللي بيتبعني وببتدي قدم لهم حاجة حقيقة حد محترم عنده الجدية في الامر هو ده اللي انا النهاردة بحاول اوصله للناس اللي بتشوفني الاول مرة ومن هنا بركز على ده بركز على ده هو ده الطريقة اللي احنا النهاردة بنحاول نوصل مشادي الاعلان الاعلان اللي بيوصل الشخص ان هو يبقى قدوام واختيارات كتيرة في كل وقت باستمرار بقول يا جماعة انا مبكتفيش بان انا النهاردة ببتدي اطرح حالات معينة لا ده انا بساعد الشخص اللي النهاردة عنده الجدية وعنده المصدقية وعنده الامكانيات للامر ده من خلال ان احنا النهاردة بنتكلم عنه مرة واثنين وثلاثة لحد ملاقيه له اكتر من اختيارات تتناسب معه وفي النهاية النصيب بيبقى عند ربنا صفحة تعالى كل اللي انا بقدر اتكلم عليه وكل اللي انا بقدر اقوله نهاردة دي حالة من ضمن الحالات طبعا احنا عندنا حالات كتيرة جدا يعني بنجمع كل الحالات بتاعتنا من خلال ان احنا بيبقى عندنا اصدار شهري لجريدة الجريدة دي بيقدر كل شخص يتوصل لها ويحصل عليها من كل محافظات مصر بتبقى الجريدة دي مبمونها بنفس الفكرة اللي احنا نهاردة تكلمنا عنها زي ما تكلمنا النهاردة عن الاخ اللي هو المطلق وقلنا النهاردة سنه وقلنا الحالة الاجتماعية بتاعته وقلنا رقم تلفونه هو ده اللي احنا بنحاول ان احنا نساعد به الشخص اللي بيبقى موجود معنا لحد ما يوصل لهدفه ان انا بجمع كل بيانات الناس اللي بتبقى موجودة عندي في اصدار شهري ببتدي ازود عليه من وقت للتاني او اشيل منه من وقت للتاني وببتدي حط كل البيانات دي موجودة في قلب الجريدة بحيث ان انا النهاردة اساعد الشخص اللي النهاردة بتابعنا في البرنامج على الهوى وابتدي اقول بعض الحالات عشان ابتدي اوصل المصدقية للناس اللي بيتبعنا وفي نفس الوقت بحاول ان انا النهاردة اساعده بطريقة تانية ان انا بجمع بيانات وبحطها معايا في قلب جريدة بتبقى موجودة في كل محافظات يقدر كل شخص يشتريها وهي تكلفتها بتبقى بسيطة جدا فاللي بيحب النهاردة ان هو يتواصل معايا بيلاقي النهاردة في اكتر من طريق بنسلكه معاه لحد ما نوصل به للامر اللي هو عايزه بنسلك الامر من خلال الناس اللي بيتبقى موجودة معانا وما بنكتفيش بدا بنحاول نزود عدد الاختيارات قدامه من خلال ان احنا النهاردة نعمله اعلان على قناة فضائية زي ما احنا موجودين النهاردة وبندرب به مثل لكل المشاهدين وبنتكلم عنه وبنقوم مواصفاته وفي نفس الوقت كمان ببتدي اساعده ان هو بيبقى موجود معانا في قلب الجريدة بكل المواصفات اللي احنا قلناها بكل الطلبات اللي هو عايزها وبحط كل الكلام ده قدام الناس اللي عندها الرغبة في الارتباط من هنا هو ده الارتباط اللي احنا النهاردة بنمثله واللي احنا النهاردة بنحاول ان احنا نساعد به ناس كتيرة وشريحة كبيرة جدا من مجتمعنا عندها مشكلة في الجواز اذا كان الشخص ده اتأخر في الجواز اذا كان الشخص ده عنده ظروف مثلا فانفصل او حصل وضع زي الوضع اللي احنا بندرب به مثلا النهاردة اللي هو بقى مطلق او النهاردة القدر الله الشخص مثلا كان ارمل فبالتالي بنحاول نساعد كل الناس اللي عندها ظروف واللي بتدور على فكرة الجواز لحد ما نوصلها للقصة اللي هو بيتمنها ان هو يبقى مستقر وان هو يبقى مرتبط في بيت مع اسرة ويبتدي يشكل مجتمع صحيح لكل الناس ده مثل اللي احنا النهاردة بندربه ده ربط مثل النهاردة عشان خاطر النهاردة الناس اللي بتتبعنا والناس اللي بتشاهدنا تبقى عارفة ازاي احنا بنساعد الناس طبعا انا فيه ناس كتيرة جدا بتكلمني بتطلب مني طلبات معينة وانا بحاول ان انا كل مرة اتكلم مع الناس اللي بتشاهدني والناس اللي عندها نفس الرغبة في قصة الجواز واللي بتتبعنا ان احنا النهاردة فيه ناس كتيرة جدا بتحاول تروج للامر بشكل او باخر بس ده ما بيكونش فيه حاجة من الحقيقة يعني بعض الناس بنلاقيها تقول إن في مثلا في بعض القنوات الفضائية بتحط أرقام تلفونات لبعض الناس اللي عندها الجواز ودول كم كبير جدا من الناس هل يطار النهاردة حد سأل نفسه؟ هل الناس دي عندها المصداقية؟ هل الناس النهاردة دي في حد النهاردة لما بيجي يتصل على حد من الناس دي بيلاقي هل بياناته مؤكدة؟ هل هي الناس دي اللي النهاردة بينتبه على بعض القنوات أو بعض الشاشات؟ هل هي صدقة في البيانات هل هي فعلا زي ما قالوا كده موجود بياناتهم فانا بقول الكلام ده للناس اللي بتكلمني باستمرار احنا النهاردة فيه قنوات مثلا كتيرة بتاع فلان مواصفاته عايز تجاوز فلان مواصفاته عايز ارتبط او 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 من هذا الخبيل احنا النهاردة بنقول يا جماعة احنا بنقدم ناس حقيقة الراجل النهاردة اللي انا قلت عنده مطلق انا عندي النهاردة وصيقة رسمية بتقول الكلام ده لما باقول النهاردة ان الشخص ده عنده 53 سنة انا عندي صورة بطاعته عندي بياناته كاملة بيبقى دافع مقابل مادة كبيرة فببتدي اساعده هو ده الاختلاف اللي انا عايز اوصله للمشاهدين بين الشخص اللي احنا النهاردة بنقدمه وبين اي مكان تاني ممكن يروج عن نفس الطريقة او نفس الوضع اللي احنا النهاردة بنتكلم عنه ان النهاردة الشخص اللي النهاردة بيبتدي اساعده لما بيبتدي يتعامل مع الناس ويعدي الحدود اللي هي بتاعتنا واللي احنا تربين عليها والمعترب بالنسبانا بنبتدي ناخد معاه اجراء وبنلغي اشتراكه ونبتدي ننسى ان احنا تعاملنا معاه ومن هنا ما بنحافظ على الناس الا الناس اللي عندها الجدية هو ده الناس اللي احنا بنقدمها هي دي الناس اللي احنا عايزين نساعد بها المجتمع هو ده الناس اللي احنا النهاردة بنرتبط معاها وبنحاول نقف جنبها لحد ما نوصلها لبر الامان اللي هي يلاقي في النهاية اسرة محترمة ايمى على الصدق ومن هنا يبتدي المجتمع يبقى مجتمع صحيح مايبقاش فيه مشاكل هو ده المبمون اللي احنا النهاردة اتكلمنا عنه واللي حابب النهاردة انه هو يسترجع معانا كل بيانات الناس احنا لينا صفحتنا على الفيسبوك باسم جريدة ارتباط للجواز فيها كل الحلقات اللي احنا اشتغلنا عليها وكل الفيديوهات اللي احنا موجودين من خلالها واللي احنا بنشرح نفس الفكرة دي لكل المشاهدين طبعا ده كان مقطع بسيط عشان اوضح به للناس اللي النهاردة بتتبعنا واللناس النهاردة اللي عندها رغبة الجواز ازاي انا بقوم بفكرة ان احنا النهاردة نعلن عن الشخص ما تكلمناش عن اسمه ما تكلمناش عن عنوانه ما تكلمناش النهاردة ولا حطنا ليه حاجة يعني حاجة يعني توصل صورة غير الصورة المحترمة اللي بيها نقدر نوصل للهدف اللي احنا عايزينه هي دي الطريقة اللي احنا النهاردة بنتتبعها وهو ده الشكل اللي احنا بقى نفطها طويلة عليه واللي احنا بسببه الحمد لله محاقين نجاح طبعا احنا الجريدة بتاعتنا اللي احنا النهاردة بسببها بنعمل برنامج وبنتكلم وبنترى نحاول نعلن عنها لكل المشاهدين هي موجودة في كل محافظات مصر وهي بتباع لدى جريدة الجمهورية جريدة الجمهورية جريدة قومية ما بيتعاملش معها الا الناس اللي بيبقى عندهم شكل قانوني وليهم شكل رسمي عشان يبتدوا يتعاملوا معهم فاحنا بالتالي بنوزع الجريدة بالشكل الرسمي والشكل القانوني اللي بي نوصل ان احنا نبقى موجودين في كل محافظات مصر يعني اي شخص النهاردة بيبقى عايز الجريدة عندنا بيبتدي يروح لمكان خاص بجريدة الجمهورية وبيبتدي يروح يشتري الجريدة من هناك بشكل رسمي بعد ما بيدفع مصارفها وبعد ما بيبتدي يورد المبلغ بتوصلوا الجريدة في نفس المكان اللي هو النهاردة راح دفع فيه المبلغ ده في خلال يوم واحد بس بالضبط فهو ده الطريقة اللي احنا النهاردة بنتكلم عنها هل النهاردة عندنا في بعض الناس اللي بيبقى مثلا بيشتغلوا بره مصر زي السؤال دي مثلا يا سبين مثال بعض السيدات رجال اعمال او هذا الشكل اللي بعض الناس بتروج ليه برضو عن طريق ان احنا النهاردة بنشوفه على الفيس او بنشوفه على اي طريقة من الطرق بتاعت التواصل الاجتماعي يا جماعة انا كل اللي انا عايز اوصله حاجة صدقة لو النهاردة بقدم شخص بقدم شخص بجد ما فيش حاجة اسمها ان احنا نستغل الناس او نستغل حاجة الناس لأمر ما عشان نبتدي نروج عن حاجة فيه بعض الناس بتسألني بتقول لي ممكن الاقي واحدة مصرية بتشتغل بره هل ممكن الاقي واحدة خالجية بتشتغل بره طبعا انا عايز اوصل للصورة كاملة للناس اللي بتتبعنا واللي بتشاهدنا عشان اوصل لهم قصة مهمة جدا ان انا لازم ابقى صادق معاكو عشان انتو كمان تبصادقين معي انا ما عنديش على مدار شغلي ده كله من 2011 لحد النهاردة حد لاجأ لي كواحدة سعودية او حد مثلا من خليج من اي دول من دول عربية عايزة واحد مصر مش محتاجة ان هي تيجي تدور من خلال برنامج على حاجة زي كده فده مش موجود على ارض الواقع في بعض الناس التانية بتقول لي هل يا تارى ممكن الاقي مثلا حد مثلا على سبيل المثال واحدة تكون حتى لو مصرية موجودة بره يعني يحصل الارتباب بيني وبينها من هنا عشان اطلع اسافر لان هنا الوضع بتاع مصر مثلا في بعض الناس بتمر مشاكل فعايزة تبتقي تهرب مشاكلها بقصة الجواز فانا برضو بوصل الصورة كاملة هل الناس ده مش موجودة على ارض الواقع وما عداش عليها حتى لو النهاردة بيجي لي ناس بتشترك معايا مثلا وبيبقى بيشتغلوا بره مصر مثلا عندي اخت دكتورة مثلا موجودة في السعودية هل يا تارى النهاردة هتقبل ان هي تاخد واحد من مصر وتطلع بيه بره في السعودية لا يا جماعة هي بتبقى موجودة هناك وشغلها هناك وعايزة حد هناك مخترب زيها يكون مصري يكون عنده نفس الظروف تتناسب مع ظروفهم ظروف من ناحية العلمية ظروف من ناحية الاجتماعية ان هو مثلا مطلق زيها او ان هو مثلا ارمل او ان هو مثلا بقلوش الجواز فهي دي الشخصيات اللي النهاردة بتعامل معها بحط الصورة دي قدام المشاهد عشان نرى برضو بيها مثلا للناس عشان نوصل المصدقية لكل الناس اللي بتتبعنا لو في حد النهاردة بيحاول يقولكوا ان في واحدة سعودية او كويتية او اماراتية او ايا كانت جنسيتها موجودة بره او ان احنا النهاردة هنرتبط بيها وهنبتدي باذن الله نوصلك لها لما تشترك عندنا وتدفع مقابل مادي ده مش موجود على ارض الواقع وانا بقول الكلام ده من واقع شغلي وخبرتي في المجال ده من 2011 مجاليش حد النهاردة هتاخد واحد مصري تطلعه بره مصر لمجرد ان هو يعني ايا كان ظروفه او ايا كان حتى لو هو في مركز علمي او هو سنو صغير لا ده مش موجود عشان بس الناس اللي بتتبعنا تبقى فهمة طبيعة الناس اللي النهاردة انا بتعامل معها طبعا في بعض الناس بتيجي برضو تسألني سؤال باستمرار دائما عايز واحدة عندها سكن عايز واحدة يكون عندها شقتها ده مش موجود على ارض الواقع برضو على مدار شغلي مجات ليش الفرصة اللي بيها واحدة تبقى عايزة واحد وهي النهاردة توفر له وضع السكن ده لو كان موجود انا كنت اول واحد اتجوزت بدل المرة عشر وخمستاشر وعشرين كل ما هيجيلي هخب بعضي وروح اتجوز شوية وخلصت على كده او ما عنديش اي التزام ما عنديش اي مشكلة وهو النهاردة اكتر حاجة النهاردة بتسبب مشكلة بين الزوج والزوج ايه ان احنا النهاردة فيه تكلفة بيعدي بيها الراجل او الست النهاردة لما بيحصل فيه موضوع الارتباط واكبر تكلفة بنتقابلها النهاردة في قصة الجواز ان احنا نعمل كيان وان احنا نعمل سكن وهي دي القصة اللي بتبقى معضلة وبتبقى كبيرة جدا فالنهاردة لو دي تسهلت بتهيلي كل راجل هيتجاوز اكتر من ست وده هتبقى فورس يعني انا بشوف على ارض الواقع ده مش موجود فانا بس كل الحكاية اللي انا عايز اوصلها للمشاهد اللي بيتابعنا مفيش واحدة النهاردة عندها سكن عشان خاطر لو في حد النهاردة بيسع برضو لشكل معين انا بوصله له من دلوقتي ده مش موجود كل الناس اللي عندي عايزة تتجاوز على سنة الله ورسوله بيبقى الناس النهاردة لها طلبات مادية طلبات عينية بيطلبوا دهب بيطلبوا النهاردة يبقى شقة وضع سكني قائم ثابت ما تبقاش حاجة اسمها نونج جديد او ايجار جديد نادرة لما بيعدي علي حد بيقبل بالوضع ده خدتبقى لك ازاي فانا النهاردة بيوصل الصورة دي عشان خاطر الناس اللي بتتبعنا والناس اللي بتشاهدنا تبقى عارفة طبيعة الناس اللي موجودة موجودة معانا شكلها ايه ومواصفة طيب طبعا ده حد من الناس اللي احنا تكلمنا عنه وهنتكلم عن اخ تاني موجود النهاردة بيشتغل بر مصر وهو رجل اعمال وموجود النهاردة معانا عالشاشة وهو نازل برقم تلفون هو زي ما قلت من شوية هو عنده سبعة وتلاتين سنة وهو موجود بر مصر في السعودية عايز واحدة سنها يتناسب مع سنه يفضل ان هو النهاردة تقبل وضع الزوجة التانية لان هو بيدور على زوجة تانية زي ما اتكلمت من شوية وضربت مثل عن اخ النهاردة مطلق عندي ما يزبط الامر فنفس القصة النهاردة بيبقى عندي كل البيانات اللي بيها لما اتكلم عن سن الشخص لما اتكلم عن حالة الاجتماعية لما اقول ظروفه واقول طلباته عندي كل ده موثق بورق رسمي فبتدي النهاردة اساعده بالإعلان طبعا انا نازل بإعلان تاني عشان برضو اكد القصة اللي احنا النهاردة بصددها ان احنا النهاردة عندنا ناس عندها الجدية ناس عندها الامكانية بيدور على الجواز مش حاجة تانية لير الجواز هو ده الوضع اللي احنا النهاردة بنحاول ان اصله للمجتمع بتاعنا واللي احنا النهاردة موجودين من خلاله وبيها ببتدي اساعد الراجل النهاردة اللي لاجأ لنا واقول ببياناته على الهوى واقول طلواته زي ما اتكلمت من شوية عن المطلق بقول برضو بيانات الأخ اللي موجودة معايا كلها موجودة بورق رسمي تسبب كل حاجة انا بقولها عنه بقول النهاردة ان هو تاجر ومقاول ورجل اعمال وبشتغل بر مصر بشتغل في السعودية والنهاردة ان هو بيدور على زوجة تانية وبيدور على واحدة يفضل ان سنها يتناسب مع سنه ومش فارق معها لو عنده طفل او طفلة مش فارق معها لو كانت وضعها انيسة او مطلخة او ارمالة مش فارق معها اي حاجة من حاجات دي كل اللي هو بيدور عليه زوجة تتناسب معاه من ناحية الجمال والشكل والسن وهو ما عندوش اي مشكلة في النواحي دي وهو قامته باذن الله على مدار الشهر اللي جاي ده هيكون موجود هنا موجود معنا في مصر وباذن الله يقدر يشوف الناس اللي النهاردة بتتبعه فيه طبعا الناس كتيرة بتتبعه وبتتصل عليه وتبتدي تقول مثلا بيانتها وتقول طلباتها فانا برضو عايز اوصل للناس ان لو فيه النهاردة واحدة شايفة ان هو مناسب ديها وعايزة تبعطله بيانتها وتبقى هي موسوك في بيانتها لازم تبعطلي صورة البطاقة بتاعتها عشان ابتدي اساعدها وعشان ابتدي اوصله حد حقيقي بالنسبة له لان برضو في بعض الناس ما بيبقاش عندهم المصداقية والامر واحنا النهاردة مش هنتعامل مع الناس الا من خلال اوراقها الرسمية عشان نبتدي احنا نعرف احنا بنتعامل مع مين احنا بقينا في المجتمع بقى صعب النهاردة في بعض الحالات اللي بتعد علينا واللي بنسمع بيها بيبقى فيها مشاكل كتيرة بسبب ان واحد مثلا تعرف على واحدة عن طريق الانترنت ومن هنا دخل في علاقة معها هو بيدور على الجواز هي بتدور على حاجة تانية ابتدى الموضوع التختلف ابتدى يبقى يوصل لدرجة النصب او 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 في حالات كتيرة اجل دم بتعد علينا فالنهاردة احنا بنحاول نبعد عن الحالات دي ان احنا النهاردة الشخص اللي النهاردة او السيدة اللي النهاردة شايفة نفسها تتناسب معها الوضع ده وعايز النهاردة تقبل وضع الزوجة التانية وتقبل ان هي تبقى موجودة وتلاقي راجل حقيقة عايز تجاوز هتبتدي تبعتلي صورة البطاقة وتبتدي تقول لي بياناتها عشان ابتدى ساعدها مع الشخص ده ورقام الشخص طبعا زي ما احنا ضربنا به مثل موجود على الهواء تقدر تتواصل معاه بس برضو عشان ما يضيعش وقته وما يضيعش وضعه في الكلام مع حد من برا مصر مع حد ما يكونش عنده الجدية اي واحدة النهاردة لازم ان يبقى لها النهاردة صورة البطاقة عشان يقدر يتعمل معاها عشان نبتدي واحنا جايين ونخش على بيوت الناس عارفين احنا داخلين على بيت مين وده اللي احنا بنتكلم عليه من هنا ده الهدف الاساسي اللي احنا نهاردة بنحاول ان احنا نوصل مشاهدين واللي حابب ان هو يشترك معانا واللي حابب ان هو يتواصل معانا طبعا فيه ارقامنا بتبقى موجودة على الشاشة واللي حابب ان هو يسألنا عن حاجة او ان هو يشترك معانا عشان نبتدي نساعده في الامر بتبقى موجودة أرقامنا باستمرار ويقدر يتابعنا في أي وقت وهيلاقي بإذن الله كل الطلابات اللي هو بيدور عليها بإذن الله تبقى موجودة في إطار الوصف اللي أنا كلمت علي من شوية طبعا دي بداية الفقرة بتاعتنا وهنبتدي ناخد استراحة شوية ونبتدي بإذن الله نقول بعض بيانات الناس اللي موجودة معنا بحيث إن احنا نساعد بيها الناس طبعا هاستناكوا بعض الفاصل وبإذن الله نرجع نكمل بقية حوارنا مع بعض شكرا لكم طبعا رجال ناتب تاني وبنتكلم عن بعض الناس اللي موجودة معنا واللي بتبقى موجودة بإذن الله معنا من دبن المشتركات احنا بنحاول إن احنا برضو نوصل صور الناس اللي هي النهاردة موجودة معنا باستمرار عشان خاطر نستجذب ديهم من الناس اللي بتشاهدنا والناس اللي بتتبعنا ما يناسبهم كل اللي أنا والنهاردة بحاول إن أنا عارضه بقدم فكرتنا بقدم شغلنا وفي نفس الوقت بحاول إن أنا أجمع للناس اللي موجودة معايا والناس اللي مشتركة معايا اكبر كم من الاختيارات ومن هنا بنبتدي نقول ايه هي الناس اللي موجودة معانا في قلب الجريدة واللي النهاردة بيجي اي شخص النهاردة يروح يشتري الجريدة بيلاقي ايه المواصفات اللي بتبقى موجودة معايا طبعا احنا هنبتدي بحالة من ضمن الحالات اللي موجودة معايا في قلب الجريدة واللي النهاردة مشتركة معايا وهي اخت من المغرب وهي مقيمة في مصر وهي عندها حوالي 43 سنة وهي ما سبق لاش الجواز وزي ما قلت هي مقيمة في مصر هي في محافظة الجيزة وهي عايز حد يفضل ان هو يكون مطلق او اعزب زيها او يكون ارمل ويكون من نفس المحافظة اللي احنا النهاردة بنتكلم عليها محافظة الجيزة او القاهرة الكبرى الاخت النهاردة زي ما قلت يا جماعة سنها 43 سنة وهي موجودة معانا في قلب الجريدة من ضمن الناس اللي مشتركة معانا ومواصفاتها زي ما اتكلمت معاكو دلوقتي ان هي عايز حد سنها يتناسب من سنه وفي نفس الوقت يفضل ان هو يكون مطلق او النهاردة يكون ارمل او اعزب زيها ما سبق لهش الجواز والسن معانا من 43 لحد مثلا 55-58 سنة المقام يكون صحته يعني تكون قويس دي من ضمن الحالات اللي موجودة معايا واللي النهاردة موجودة معانا في قلب الجريدة من ضمن الناس برضو اللي موجودة معايا تاني واللي هي النهاردة بتدور على القصة بتاعة الجواز والارتباط هي اخت تانية برضو موجودة معايا هي من سوريا وهي ارمالة بدون اولاد عندها 50 سنة والنهاردة بتدور على حد يتناسب معاها وهي في الفترة الحالية هي موجودة برا مصر ووراها كله عندي وعايز حد النهاردة يكون مصري وتقعد وتعيش في مصر وتبعد عن المشاكل اللي بتبقى معروف واللي نحن النهاردة بنسمعها بشكل يومي عن مشكلة سوريا زي ما قلت يا جماعة هي ارمالة بدون اولاد 50 سنة وهي بتدور على حد مصري سن يتناسب مع سنها وما عنداش منع طبعا في وضع الزوجة تانية المهم ان هو يكون بيسور الحال يقدر يفتح بيئة ويقدر النهاردة يتكفل بيها ودي من ضمن الحالات اللي موجودة معانا في الجريدة علش ااسف طبعا من ضمن الناس اللي النهاردة بتبقى موجودة معايا واللي مشتركة معايا واللي انها النهاردة بحاول ان انا ساعدهم فيه اخت تاني هي من الجيزة وهي النهاردة عندها حوالي 40 سنة وهي انيسة ما سبق لهاش الجواز معها مؤهل عادي وبتدور على حد يتناسب معها من حيث الناحية المادية يعني هي النهاردة من حي راقي جدا وسكنة في مكان كويس جدا ومستوها المادي كويس جدا فبتدور على حد على نفس المستوى مش شرط بالنسبة لها حتة ان هي اعزب زيها او مطلق او ارمل او ايا كان حتى ممكن بتقبل بضع الزوجة التانية بس اهم حاجة بالنسبة لها ان الشخص اللي النهاردة هيتقدمناها لازم ان يكون على مستوى مادي راقي ويبتدي يعيشها في مستوى زي اللي هي عيشة فيه وزي ما قلت من شوية هي سنها 40 سنة وهي تقبل وضع الزوجة التانية وزي ما قلت من شوية ان هي معها مؤهل عالي وعايز حد يتناسب معها طبعا من ضمن الناس برضو اللي موجودة معنا في الجريدة واللي نزلة بيانتها برقم تليفونها بتبقى اخت النهاردة من الجيزة وهي عندها حوالي 42 سنة وهي عايزة حد من الجيزة برضو بس ومعندهش مشكلة في حتة الزوجة التانية وانا زي ما قلت من شوية هي انيسة وهي بتشتغل في وظيفة حكومية وهي النهاردة عندها المقدرة ان هي تقبل وضع الزوجة التانية فلو في حد من الناس اللي النهاردة هيروح يشتغل الجريدة هيلاقي الأخت اللي احنا بنتكلم عنها وفي بيانتها وفي رقم تليفونها يقدر يتواصل مع الحالة ويبتدي يعرض نفسه عليها وعلى أهلها من ضمن الناس اللي موجودة برضو معايا في أخت من السويس وهي عندها 43 و 40 سنة وهي مطلقة بدون أولاد وهي برضو ما عندهش مشكلة في وضع الزوجة التانية هي كل اللي هي بتدور عليه حد يكون على مستوى راقي هي من عيلة كويسة جدا وهي حد ما يصور الحال وعايز حد على نفس المستوى حد يكون جد حد يكون بيشتغل شغلانة كويسة جدا الإقامة بتاعتها ما فيش مشكلة بالنسبة لها ان هي تبقى موجودة في القاهرة او تبقى موجودة النهاردة في السويس ما عندهش مشكلة في الجوزئية دي المهم ان هو يكون حد زو مركز مرموق من ضمن الناس اللي موجودة برضو معايا في قلب الجريدة واللي احنا النهاردة بنحاول نساعدهم باستمرار وبيكون مواصفاتهم عشان نسمى بياناتهم للناس اللي بتتبعنا والناس اللي بتشاهدنا النهاردة هي انسة وهي ما سبق لهاش الجواز عندها حوالي 36 سنة ونص او 37 سنة وهي بتشتغل في وظيفة حكمية كويسة جدا على درجة عالية من التعليم وبتدور على حد اعزب فقط سن يتناسب مع سنها وهي في الاصل من الدهلية وبتدور على حد اذا كان من الدهلية او من اسكندرية او من القاهرة الخبرى مفيش مشكلة ان هي تنقل شغلها وتنقل اقامتها في اي مكان المهم ان هي عايزة حد يكون ميسور الحال حد يكون كويس علميا واهم شرط بالنسبة لها ان هو يكون اعزب ما سبق لهش الجواز دي من ضمن الحالات اللي موجودة معايا واللي النهاردة بحاول ان انا اساعدها وان انا وصل صورتها للمشاهدين بحيس ان لو فيه النهاردة حد بيروح يشتغل جريدة بيلاقي المواصفات ويبتدي يلاقي رقم التلفون فيبتدي يعرض نفسه على الحالة ويبتدي من هنا تواصله مع بعض وهو ده الامر اللي احنا بنحاول ان احنا نقصله لكل المشاهدين اللي بتتبعنا عندي انيسة تانية عندها 42 سنة وهي من السويس وهي طولها حوالي 160 ووزنها 65 كيلو وهي خمرية وهي المطلوب واللي بتدور عليه حد يكون اعزب او مطلق ويكون بدون اولاد يفضل بدون اولاد واني سنه ما يزدش عن 50 سنة ويكون من نفس المحافظة دي برضو اخت من دي من الناس اللي موجودة معنا واللي بتدور على حد يتناسب معها زي ما قلت من شوية 42 سنة وهي انيسة من السويس وعايز حد من نفس المحافظة ويفضل انه هو يكون بدون اولاد طبعا دي من دي من الناس اللي موجودة معنا فيه اخت تانية عندها 38 سنة وهي من القاهرة وهي طولها مية حوالي 56 ووزنها حوالي 63 وهي محجبة وبيضة وعلى قدر من الجمال وبدور على حد اعزب او مطلق او ارمل يفضل بدون اولاد والسن ما يزدش عن 48 سنة ويكون عنده سكن وعمل ثابت وده اللي انا بقوله برضو لكل الناس اللي بتتبعنا كل واحدة النهاردة عايزة تطمن الاستقرار في الراجل اللي النهاردة هتتجوزه فلازم يكون فيه وضع استقرار بمعنى انه عنده دخل ثابت من خلال عمل ثابت محترم ويكون عنده سكن ثابت ده اللي احنا بنتكلم عليه مفيش واحدة النهاردة هتيجي هتقبل بان هي مسلا تاخد حاجة من ضمن الناس اللي النهاردة بتحاول تروج لها ان نقول هناخد شقة ايجار او فيه بعض الناس بتتخوف من الامور اللي من هذا يعني هذا الشكل فتبتدي النهاردة تقول لا انا عايزة حد اضمن معايا الاستقرار اضمن معايا الاستقرار ان يكون عنده دخل ثابت ويكون عنده سكن ثابت فدي من ضمن الحاجات الاسياد اللي كل واحدة النهاردة بتيجي تشترك عندي بتدور عليه طبعا عندي اخت تانية عندها 33 سنة وهي مواهل عالي وهي معها هي من محافظة الجيزة وهي زي ما قلت من شوية مواهل عالي 33 سنة ما سبق لاش الجواز هي انسة وهي عايزة حد برضه يكون اعذب او مطلق مفيش مشكلة المهم ان يكون بدون اولاد وان هي تعيش في محافظة الجيزة وهي خارجة اعلام وهي حد على قرم الجمال واهلها ناس محترمة جدا ودي من ضمن الناس اللي موجودة معنا بارقامة الفناتة في قلب الجريدة فالنهاردة بيفكر على سبيل المسال ايه هي الناس اللي بتبقى موجودة معنا والمطروحة معنا فهو ده اللي انا بيوصيه المشاهد اللي بيتابعني دلوقتي ان الناس دي موجودة بارقامة الفناتة يقدر الشخص يشتري الجريدة من اي مكان من اي محافظة محافظات القاهرة او الجيزة او اي محافظة محافظات الجمهورية ومن هنا بيلاقي المواصفات اللي انا كلمت عليها ويبتدي يلاقي رقم التلفون ويعرض نفسه على الحالات اللي موجودة معنا من ضمن الناس برضو يا جماعة اللي النهاردة موجودة معايا هي اخت برضو من الجيزة وهي عندها حوالي 38 سنة وهي زي ما قلت هي انيسة وبتشتغل في وظيفة حكومية ما سبقى لهاش الجواز حد من عائلة كويسة جدا وحيدة والدتها وبالدور برضو على حد يتناسب معها اهم حاجة ان الاقامة بتاعتها هتبقى في محافظة الجيزة لان زي ما قلت من شوية هي وحيدة امها فهي النهاردة عايز حد يتناسب معاها من خلال المنطقة السكنية اللي هي شغلة فيها واللي هي سكنة فيها وتبقى قريبة من والدتها وتبقى في نفس الوقت حد سن يتناسب من سنها زي ما قلت من شوية هي 38 سنة احنا معنا الشخص اللي احنا بندور عليه لحد مثلا 46 47 سنة ما يزيدش عن كده طبعا زي ما قلت ان هو ما فيش مشكلة ان هو يكون اعزب مطلق او ارمل بس بدون اولاد والاساسي في الاختيار بتاعها ان هو يكون موجود في محافظة الجيزة عشان تكون قريبة من امها وتكون قريبة من شغلها وزي ما قلت من شوية كل الناس اللي عندي على مستوى راقي جدا او بتدور على ناس على نفس المستوى ونفس الصدق ده الصور اللي احنا النهاردة بنقدمها في جريد الترتباط واللي النهاردة اي حد هيروح اشتري الجريدة من اي مكان من محافظة في مصر هيلقى الناس اللي انا بتكلم عليها دي بارقام تليفونات برضو من ضمن الناس اللي موجودة معايا وهي مشتركة معايا تاني هي مطلقة 39 سنة وهي بدون اولاد وهي من الصعيد طولها حوالي 158 وزنها برضو في نفس الوزن ده حوالي 60 كيلو وهي بيضاء وعلى قرم الجمال وهي بتدور على حد يكون مطلق زيها او يكون ارمل وما فيش مشكلة ان لو عنده طفل او حاجة زي كده وهو السن اللي بالنسبة له يكون ميزتش عن 50 سنة زي ما قلت هي 39 سنة من الصعيد وهي بدون اولاد مطلقة عايزة حد يكون من الصعيد زيها ويكون سن ميزتش عن 50 سنة المهم ان هو يكون من عائلة محترمة واهم حاجة الاستقرار وهي ما بتقبلش وضع الزوجة التانية دي من ضمن الناس اللي موجودة معنا فيه اخت تانية عندنا من ضمن الناس اللي مشترك معنا عندها 45 سنة وهي من القاهرة وهي مؤهل متوسط وعندها ولد عنده حوالي 15 سنة وبتدور على حد من القاهرة الخبرى والسن بتاعها معنا لحد 60 سنة واهم حاجة يكون عنده دخل ثابت وعنده ساكن ثابت طبعا الكلام ده بعيده على كل الناس اللي بتتبعنا كل الناس اللي بتيجي تشترك معايا عايز حد يكون عنده المقدرة المادية اللي يقدر يفتح بيها بيب من خلال عمل سابت ويكون في نفس الوقت عنده مكان سابت للإقامة ومن هنا هو كل الناس اللي موجودة معايا هو ده هدفها في الشخصيات اللي النهاردة بتحاول ان هي تسعى عليها واللي هي ممكن تدور من خلالها علي نسبة عندي برده من دمن الناس في دكتورة عندها حوالي تسع وعشرين سنة والنهاردة هي موجودة بر مصر وهي زي ما قلت مطلقة من شوية عندها طفلين وهي بتدور على حد يكون من السعودية هي موجودة في السعودية في مكة وبتدور على حد يتناسب معاها ويكون على نفس المستوى العلمي مش عايزة حد من مصر عايزة حد يكون بيشتغل بر مصر يكون مصري ويكون سن لا يزيد عن خمسة وتلاتين سنة وهي مش هتقبل وضع الزوجة التانية هي عايزة حد يكون مطلق زيها ويكون موجود زيها في السعودية ويكون على نفس المستوى العلمي انا قلت هي دكتورة وهي عايزة حد يكون نفس المستوى العلمي الراقي ويكون موجود معاها في السعودية دي من ضمن الناس اللي موجودة معانا واللي بتبقى بتدور على حالك من ضمن الحالات اللي هي عندها استعداد للجواز بس ليها مواصفات معينة ومواصفاتها ان هو يكون مصري زيها وان هو يكون وضعه الاجتماعي مقارب من وضعها ويكون الاقامة بتاعته وشغله في الاصل موجود هناك في السعودية عشان يبتدي يحصل التوفيق بينهم من بعض دي من ضمن الناس اللي موجودة معايا في برضو اخت تاني موجودة معايا تاني وهي عندها حوالي 36 سنة وهي من محافظة اسيوت وهي النهاردة بتدور هي انسة وبتدور على حد من نفس المحافظة وان هي بتشتغل ما شاء الله محافظة القرآن وعلى قرم الجمال متدينة ومحترمة وعايز حد ما يزيدش عن 50 سنة ويفضل ان هو يكون زيها اعزب او مطلق بدون اولاد وعندي برضو من ضمن الناس اللي موجودة معانا في قلب الجريدة اخت تاني عندها حوالي 46 سنة وهي من صعيب مصر وهي انسة ما سبق لقاش الجواز موظفة عقومية في مكان كويس وبتدور على حد يتناسب معاها في مرحلة السن وبرضو هي ما بتحبش ودع الزوجة التانية عايزة مطلق او ارمل ما فيش مشكلة او اعزب زيها سن يتناسب مع سنها زي ما قلت من شوية سنها حوالي 46 سنة ودي من ضمن الناس اللي موجودة معانا في قلب الجريدة واللي بيها هتقدر النهاردة تلاقي رقم تلفونها وتبتدي تعرض نفسك عليها وتبتدي تكلمها وتقوم وصفتك لكل الحالات اللي احنا النهاردة بنذكرها طبعا انا بأكد على كل الناس اللي بتتبعنا وعلى كل الناس اللي بتشاهدنا ان اي واحدة من الناس اللي النهاردة هتبتدي تتواصل معاها الطلب الاساسي اللي بتطلبه منك هو طلب سابت ما بتغيرش ان انت تثبت بياناتك بشكل رسمي ازاي ان انت النهاردة بتبعت لها مواصفاتك وبتبتدي تبعت لها كمان صورة البطاقة عشان خاطر بتبتدي هي تبقى عارفة هل يطرى المواصفات تنطبق على الكلام اللي انت قلت ولا لأ فانا بالفت نظر الناس اللي النهاردة عايزة تشتري الجريدة وعايزة تتواصل ان اي واحدة هتتكلم معاها من ضمن الناس اللي احنا النهاردة بنزلها انا بأكد عليهم باستمرار ان تطلب صورة البطاقة عشان تعرف هي بتتعامل مع مين احنا بقينا النهاردة بنأكد على حتة المصداقية هو ده شغلنا وهو ده شغل للناس اللي بتبتدي بتلجأ لنا وبتبعنا وتبتدي النهاردة تدور على فكرة الجواز طبعا كل واحدة النهاردة بيكلمها ناس كتيرة جدا اللي يثبت صدق البيانات بتاع كل واحد اللي ازا كان النهاردة يبعت لها ما يثبت بياناته من خلال ورق رسمي فبقت فيه طرق كتيرة جدا للتواصل بين الناس وبعضها تثبت بيها صدق بياناتك ومن هنا هتلاقي ان الناس طالما انت في نفس المستوى اللي هم بيدوروا عليه واللي هم عايزينه هتبتدي تتواصل مع الناس بسهولة جدا ما فيش مشكلة في الجزئية دي طبعا من ضمن الناس اللي احنا النهاردة بنحاول نساعدها باستمرار واللي احنا بنتكلم عنها في اخ مطلق هو من محافظة المنوفية وهو عنده 38 سنة وهو بيشتغل في محافظة المنوفية بحكم سكنه وهو رجل اعمال اللي عنده مصنع لتصنيع الملابس وفي نفس الوقت بيدور على واحدة سنها يتناسب مع سنه تكون بنت حلال بنت ناس جميلة تقبل الوضع بتاعه اللي قام بتاعته انك هتبقى في المنوفية ويكون سن يتناسب من سنه زي ما قلت مش مشكلة حتة انسة او مطلقة المهم ان هو يكون الشخصية اللي النهاردة بيدور عليها تتناسب ان هي تعيش هناك معاه في نفس المعافظة وفي نفس المكان اللي هو فيه شغله واللي فيه سكنه وهو ده الشكل اللي هو بيدور عليه طبعا يفضل ان هي يكون بدون اولاد من ضمن الناس اللي برضو موجودة معانا في قلب الجريدة واللي احنا النهاردة بنحاول ان احنا نساعدهم ونقول مواصفاتهم على الهوى بدون ما نحاول ان احنا نشوشر على الناس او ان احنا نفضح الناس بشكل او باخر بنحاول قدر مستطاع ان احنا نقدم ناس حقيقية وناس صدقة من خلال ان احنا النهاردة بنبتدي نستجمع بيانات حقيقية لناس حقيقية ونبتدي نعرضها وبندور برضو من المشاهدين على ناس حقيقية وناس عندها المصداقية وهم دول الهدف اللي احنا بنسعى عليه احنا بنسعى ان احنا النهاردة نقدم ناس عندها الجدية وعندها المصداقية في بياناتهم وطبعا كل الكلام اللي انا ضربته على مدار الحلقات اللي فاتت والحلقة اللي احنا النهاردة شغالين فيها ان احنا بنقدم امات حقيقية موجودة وكل بياناتهم بتبقى موجودة عندي وكل شخصية بيبقى لها صورة بطاقة او صورة شخصية وعندي المؤهل الدراسي بتاعها او اذا كان مطلق او ارمالة او او اعزب كل ده بيبقى موجود ليه بيانات مؤكدة ومن هنا بنقاطب نفس النوعية من نفس الناس ونفس الناس اللي عندها نفس المقدرة على الصدق والصراحة وهم دول اللي احنا بنحاول ان احنا ناس تهدفهم من خلال برنامج ونستهدفهم من خلال شغلنا وهم دول اللي احنا بنسعى ان احنا نساعدهم ونساعد بيهم الناس اللي عندنا طبعا انا من دمن الناس اللي موجودة عندي هي اخت تانية عندها حوالي 36 سنة وهي من اسيوت وهي امحوية وعندها عمل وبرده ما بتقبلش وضع الزوجة التانية وهي عايز حد يكون اعزب او مطلق والعمر بتاعه ما يزيدش عن 45 سنة وشرط برضه بالنسباله الاقامة او الاقامة بتاعتها هتكون في اسيوت طبعا دي من دمن الحالات اللي موجودة معانا واللي احنا استعرضنا بيها معاكم كل الظروف اللي كانت موجودة معانا او بعض الظروف اللي كانت موجودة معانا واتمنى باذن الله ان احنا نكون ضيف خفيف عليكم واتمنى ان احنا نكون افدنا المجتمع اللي احنا موجودين معاه واللي احنا النهاردة بنمثله واللي احنا النهاردة بنحاول نترحه على كل الناس واتمنى بإذن الله ان احنا نكون قدمنا حاجة نفعة ليكو ونفعة لكل الناس اللي جاء لنا شكرا ليكو وشكرا لحسن المتابع